اشتركوا في القناة اخيك او نزلت به مصيبة او اشتد به مرض واوصيكم بالحلم والعفو وان يعامل احدكم اخاه بما يحب ان يعامله به اخوه من الصفح والعفو ومقابلة الاساءة بالاحسان وهذا شرط الايمان الكامل الذي يكون به الانسان من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قيس بن عاصم رضي الله عنه قتل ابن اخيه ابنه فاتي بالقاتل مكتوفا اليه فقال فكوا عنه وقال للغلام الشاب عصيت ربك وقطعت رحمك ثم اعطى ام المقتول لانها غريبة مئة من الابل فصار يضرب به المثل بالحلم والصبر الناس صاروا يتعلمون منه الحلم فلما مات رثاه بعضهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء ان يترحما وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما يعني ليس موته كموت واحد وانما كبنيان تهدما العفو عن القاتل افضل من اخذ الدية ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة